يقدم رجال الشرطة تضحيات بالأرواح والممتلكات بهدف حماية أمن واستقرار الوطن كانت ومازالت أرض الفيروز سيناء شاهدة على تضحيات رجال الشرطة الباسلة تضحيات مستمرة يقدمها رجال الشرطة في الأرواح والممتلكات بهدف حماية وأمن واستقرار الوطن فالبطولات التي يقدمها رجال الشرطة كثيرة حيث قدمت الشرطة مئات الشهداء في كافة ربوع الجمهورية وخاض أبطالها معرقة وجود أثبتوا فيها أن ولاءهم الأول والأخير لهذا الوطن وبالتأكيد لا أحد ينسى الدور البطولي الذي قام به الرائد مصطفى عبيد ضابط المفرقعات عندما ضحى بنفسه وحياته من أجل إنقاذ حياة الآلاف في عزبة الهجانة بالقاهرة حيث صارع بتفكيك قنبلة زرعها أحد الإرهابيين أعلى عقار ليقدم نفسه شهيدا ضمن صفوف الشهداء أيضا البطل ساطع النعماني الذي ضحى بعينيه وتصدى للإخوان بقوة مؤكدا أنه فقد بصره في سبيل الوطن ومستعدا لأن يفقد حياته كلها ليقف الرجل بصمود يؤدي واجبه المقدس حتى رحل شهيدا في سبيل الله أرض الفيروز سيناء كانت ولا زالت شاهدة على تضحيات وبطولات الشرطة فعلى أرضها سقط العديد من الشهداء وهم يدهمون أوقارا إرهابية أو يدافعون عن مباني ومؤسسات الدولة وقفوا رجالا صامدين لا يهابون الموت وما زال زملائهم مرابطين صامدين يثأرون لدماء الشهداء ويقدمون قصصا جديدة في التضحية والفداء أيضا ملحمة الواحات سجلت بأحرف من نور أسماء أبطال خاضوا ملحمة ضد العناصر الإرهابية في الصحراء ومنعوا تحركهم نحو القاهرة فاستشهد منهم من استشهد وأصيب من أصيب ملاحم وبطولة كثيرة في كل ربوع الوطن وأزقته تروي قصة بطولة أو شهيد جديد لأبطال من رجال الشرطة الذين لا يتوانون في الدفاع عن الوطن الدولة من جانبها دائما ما تحرس على تكريم رجال الشرطة المتميزين والمصابين فضلا عن تكريم أسر الشهداء تقديرا للجهود المتواصلة والمتفانية التي يبذلها رجال الشرطة على مستوى الجمهورية كما تحرس الدولة على تدريب رجال الشرطة بأحدث النظم وتسليحهم بأحدث الأسلحة وقد اتضح ذلك جليا في القضاء على الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة وأيضا انخفاض معدل الجريمة